النقطة الثانية ألا وهي المنصة التمثيلية لدارتها وزارة العمل نحن نقابة ككل باقي كل نقابات تقلبوا منا ونهيكلوا هذه الفلاحين وهذه الموالين وهذه الموربيين وندخلوهم في المنصة الرقمية التمثيلية بالنسبة للاتحاد ويكون نقابة في مستوى تطلعات الفلاحين الجزائريين وما نقدرش نخدم بدون ماء ولازمنا الماء وربي العالمين قال وجعنا من الماء كل شيء حي اليوم لازمنا سودود كبرى لازمنا حواجز مائية تفجير المياه الجوفية كل هذا ننتظر فيه باتعاوننا الدولة وولادنا اليوم قادرين على التحدي اليوم يشمروا على سواعدهم وندخلوا للقطاع ويكون عندنا اكتفاذ ذاتي ويكون عندنا امغي ذائي مستدام لكن الشي اللي شبعت به اليوم هو شغالة الفلاحين والموالين معاناة كبيرة حقيقة مشاكل كبيرة لكن سردناها وسجلناها ننتظر من المكتب الولاي في ربع ايام ولا خمس ايام يبعث لي تقرير ويبعث لي اولوية الاولويات وقدموا التقرير السيد رئيس الجمهورية على الجولات اللي رانا قايمين بها لكن هذا ما يمنعناش اليوم جي تنحسس في خاوتي الفلاحين والموالين يحذروا انفوزهم للاحصال العام للفلاحة وثيقة رسمية هي ان شاء الله تكون لنا الانطلاقة الصحيحة في القطاع الفلاحي بها نعرف امكانياتنا نعرف قدوراتنا هذه الاراضي هذه اللي راه تنتج اللي راه متوقفة ونعرف هذه الفلاحين والموالين اللي راه هم يصهروا وبها نحصيهم كما لازم الحال ونخرجوا هذوك الناس اللي راه يتلاعبوا في القطاع لانها اليوم دولة خسرت وصرفت اموال كثيرة لكن في بعض الاحيان ما لاحقش للفلاحين الحقيقيين والموالين الحقيقيين حان الوقت اليوم في الاحصال عام نعرف من هو الفلاح من هو المربي من هو المستصلح من هو المستثمر ان شاء الله يلحق له حقه تعالى الدعم في الدولة الجزائرية هذه نقطة عام كل الناس تعلم باللي العتاد اللي موجود في الجزائر من وقت الثورة الزراعية من سنة السبعين وثنين وسبعين وثلاثة وسبعين عتاد قديم وعد ما يفيدش وفيه الاخصارة اكثر من ربح ولذا كاتحا طالبنا من السلوطات العمومية يفتحوا لينا نجيب العتاد المستعمل طلبنا العتاد التعاشر سنوات لكن اعطاونا دارونا خمسة وكثر خير جماعة في البرلمان زادوا عامين سبع سنين ولكن ننتظر في القوانين تطبيقية لازم يخرج القانون التطبيقي وهي بدول فالحين يروحوا يجيبوا هذا العتاد المستعمل لانها كاينة اراضي اراضي ثقيلة لازم لها العتاد الثقيل لازم لها الجرار ذو قوة كبيرة يقدر يحرث ويقدر يميل ويقدر يدير كذلك الهلة الحصاد كذلك الادوات الاخرى لازم ندخلوا هذا الماتريال اصبحنا في حاجة ماسة لهذه العتاد وما نقدرش نخدم بدون عتاد اشتركوا في القناة